اشتركوا في القناة 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 هناك خمسة مناسبة من غير العائلة والأخوات والأولاد الأخوات والحمد لله كان قبح ديمة الحمد لله رب نادم راكي هذا هو الدوار هنا كيف تشاهدون هذا هو مكان العمل تجاجة وغاسينه ومصوبينه إن شاء الله كيف شغل ينخدمه أعرفون خدمة العربية والدوار سوف نتمل مواقز وعندهم ديور وعندهم بيوت ولكن الحمد لله سوف نتخدمه وتحييل أخواتنا المغربة كاملين وكيف ديمة بنت أخيتي هي واللاطفة تحضير اللولة كما تشاهدون كل شيء سوف يتنقذ والعب ديها سوف نحيط في الجوانح ونضعه هنا ونضعه هنا ونضعه هنا لذلك سوف نضعه لذلك لا يتفرده ونضعه في الطنجرة سوف نستفيد منهم من المشكلة لذلك لا أقوم بالنسبة البرمغ القناسات ونضعه ونضعه وعندهم وعندهم ونضعه ونضعه اليوم سوف نطيب جاج بسي بيسا فقط هانتوما هادية بسي بيسا نورت جوز طيب كتب ما نورت او زهر جوز طيب بالنسبة لان انا اعطيكم القياس دي الخمسين طير بالضبط عندي جشت عواشق دي الاكل دي الحطان هانتوما هادية العاشق او الملعقة دي الحطان جوج دي اللبزار ثلاثة دي الخرقوم بلدي او الكوركم ثلاثة دي السكنشبير هادية العاشق او اعطيكم يعنينا العبارة مضبوط لهم بالنسبة للسمنحار تقريبا عاشق مملوء من هذي وهنا اخديت جوج صاشيات دي الضعفران اللي اخديت اونس جوج صاشيات اونس هنا بقت لنا غير غير الحامض كيف ما كتشاهدو الحامض خضر اخدينا ربعات الحامضات الخضرين نقيناهم باشغل نطحنهم ونصفوهم ونصفوهم ونطحنوها ونصفوها هدية اللي قامة ديال تجاج ديال اليوم ديال خمسين طيار الملح ما كان ديرهاش وبالنسبة للحامض مسيارة اخديت منه غير واحد شكر كوباس لانه الملح تكون فيه بزاف وتحيير اخواتنا المغاربة والمتبعين الكرام من ارض الوطن وتبعونا حتى الاخير دبا كيف ما كتشاهدو وما بعد ما تطحنته يو الحامض اخوة راطفة اخوة اخوة فرغي شوفوا شنو كيهود العصر دياله الجلفة تبقى الفوق هذا عشان انا كندير هكي لاطف شدي شدي انا جيت محاك اليوم سوف نشري سيطور صافي كيكتشوفوا هانتم مجلوف كيتحييدو والعصر دياله وانزلت دبا كيكتشان الرباع كنتم في مولينيكس نيس غنطحنو في مولينيكس عندي الحادقة هاي ولكن انا غنطحنو باش ميبقى بايليف جاف بحل الدبان صافي وهانتم معنا كيف ما كنتشاهدو بعد ما جمعنا القامة بطريقة ديالة شرميل هي هادي كنحاول ندخلي القامة هنا ما بين رجليه وكنورك لي على هادو هاد الفخات من هنا شوفوا كيفش نورك عليهم بشكي تحلو هانتم باشدك الدم ما يبقاش لي هنا في هاد الفخيدات وبالنسبة لصدر انا وريدكم العديد من المرات باناني مثلا كنفع انا بصباعي يعني اخدام بيد ديالة ماشي مشكين انتم اللي ما عندكمش خدموا مثلا بي خدموا مثلا بي خدموا مثلا بمشي مغرف بحال هادي هانتموا بحال قايا هانتموا بكت جيسة مغرف بحال هك انا باش ما نبقاش نبدي مفيد ديالة المهم كانت اضطر ان اللي نخدم عندي خدمة الزربة تشار ميل وفي نفس الوقف خدمة الزربة باش نربح الوقف نحن نشد الدرجين بحال قايا هكي كندير ليهم نشد الدرجين بها الطريقة نورك عليه نحرر صدلوع نحن نحن الفروج كيتشيل لم تبقاش يعاودها انا بان هنا كنحط الدجاج ان شاء الله ان شاء الله سنكمل وانتم معايا بعد ما كملنا كيفما كتشاهدوا الدجاج ثم سوف نخطي المزيدة ينضع على الحضور لنضع حضورك ينضع الفاخرة نضعه ونضعه ونضعه كيف تشاهدو تنضع 4 طائر من 5 طائر ونضع 5 طائر ونضعه 4 طائر المهمة كيف تشاهدون كيف تشاهدون الزيتون صفيت عليه الماء حلو خليته من الماء وخليته ان شاء الله سوف نسلقه الطنجرة يجمعت فاليقامة ليس مشكل خليته وخليته بالنسبة للجاج ورديسه هنا كاملة ان شاء الله سوف ننقيه في البصلة ونقطعه في القناصي كيف تشاهدون القناصي سوف نوريكم الطريقة ان شاء الله نغسلهم ونسلقهم ونعود نغسلهم وهذه الأجواء ستتكملوا معنا هنا كيف تشاهدون لدينا الحم الحم بقى جديد اهوا لدينا 50 كيلو بقى كذلك 50 كيلو الحم من شاء الله سوف ننضروا على العطرية وننطيبوا العطرية اليوم سوف نطيبهم غير بحبة الأوقاع كله و السميزون الليمون و ما عندي سوف نقول العطرية سنجبان خارقهم 8 يجب أن نضع زيت زيت نباتي على حسب الحم واتبعونا